أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المبادئ النبيلة والمقاصد الإنسانية الرفيعة التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة يجب الحفاظ عليها وتطويرها بما يتناسب مع التحديات الرهنة وأن يكون دور المنظمة أكثر فعالية وتأثيرا تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية خاصة التي تتعلق بالتنمية في الدول الأقل نموانا وضف سموه في رسالة إلى العالم بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي يصادف اليوم الثلاثة أن تحقيق القيام السامية التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة وفي مقدمتها أحلال السلام والأمن والاستقرار العالمي لن تأتيها ما لم يكن لقضايا التنمية أولوية متقدمة في منظومة العمل الاجتماعي الدولية وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى تؤمن بهمية الانفتاح على العالم وحرية وحريصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة في كل ما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار العالمي إيمانا منها بأن تلك المسؤولية إنسانية وأخلاقية يتحملها الجميع وأشار سموه إلى أن العلاقات الوثيقة بين البحرين والأمم المتحدة تشكل أحدى مرتكزات السياسات الخارجية للمملكة التي تفخر باحتضان العديد من مقرات ومكاتب إقليمية تابعة لمنظمة الدولية ووكالاتها المختصة والتي تلقى كل أوجه الدعم ورعاية من مختلف الأجهزة والمؤسسات وأكد سموه بأن مملكة البحرين ستواصل نهجها الراسخ في التعاون والتعامل مع الأمم المتحدة إيمانا منها بالمبادئ الراسخة التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة والتي تحث على نشر السلام وتحقيق التعاون الدولي في مختلف المجالات لحماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الرفاهية لشعوب العالم وقال سموه إن نجاح أي جهد دولي للحفاظ على الاستقرار والأمن العالمي يتطلب أولا اتخاذ تدابير تعزز من قدرة الدول على مواجهة تحديات الإرهاب والفقر والمرض التي تعاني منها شعوب العالم وعلينا أن نتخذ خطى أكثر تسارعا من أجل بناء مجتمع دولي يسوده الوئام والمحبة والسلام ودعى سموه الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة التي تقوم بدورها على أكمل وجه إلى تبني المزيد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تجسير الفجوة الاقتصادية بين المجتمعات من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار